اهلا بكم اعزائي طلبة الطلبات التعليمي الفني مع حلقة جديدة من حلقات بمدرسة على الهوى النهاردة هنكمل بقية حلقاتنا عن مادة مراقبة الجودة للصف الثالث قسم ملابس جهزة في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الادارة وتعريف الادارة والادارة النكحة وكيفية حل مشكلات الادارة عن طريق الحل المشاكل العلمية واتكلمنا عن حجم المصنع وتأثير حجم المصنع وموقع المصنع على نجاح المصنع وعلى الانتاج وعلى مراقبة الجودة وعلى جودة الانتاج للمصنع النهاردة هنكمل بقية حلقتنا عن الخامات والمواد الخام بنقول عليها ان هي من المواد الاساسية اللي بتدخل في تصنيع المنتج يعني احنا كنا نتكلم عن الادارة الادارة بتخص الموظفين وتحديد وظائف الاداريين والفنيين والعمال داخل المصنع لما اتكلمنا عن حجم المصنع وموقعه اتكلمنا عن المباني وتوفير المواصلات وتوفير البنية التحتية للمصنع هنبدأ نتكلم دلوقتي عن المواد الخام والمواد الخام اللي هي بتدخل في تصنيع المنتج نفسه يعني انا هدخل اتكلم بقى عن المنتج اللي هيتم تصنيعه والخامات اللي بتدخل في تصنيع المنتج ده اي منتج يكون سواء فستان بانطلون بلوزة اميس بس يكون انا عارفة ايه هي الخامات اللي هتدخل في تصنيع المنتج ده والخامات دي هتبقى تأثيرها ايه على المنتج هقدر اوفرها ازاي هجيبها ازاي كل ده احنا هنتكلم عن المواد الخام فالنهار ده نتكلم عن المواد الخام طبعا باجاز هنا بيعتمد اي مشروع بصفة عامة والصناعي بصفة خاصة على توفير خامات ومستلزمات انتاج تجرى عليها عمليات التشغيل يعني انا كل مشروع صناعي خاص بمنتج المنتج ده هو ده لازم اعرفة مستلزمات المنتج ده اللي هيتم عليه عمليات التشغيل عملية تحديد مستوى جودة الخامات والمستلزمات لازم يبقى متحدد مستوى جودة الخامة اللي انا هشتريها وايه هي المستلزمات اللي لازمة للمنتج ده طبعا انا لما بيجي اشتري هشتري قماش لان المنتج بتاعي هو بشتري الاول القماش اللي هيتم هو اللي بحوله من قماش لمنتج القماش ده عشان يتم تصنيعه بيحتاج له خامات ايه مساعدة زي الخيوط اللي هتدخل في تصنيع المنتج ده المكملات بقى اللي هي الفتحات اللي هتم داخل المنتج سواء هعمل له زراير يبقى انا لازم اعرف جودة الزرار اللي هستخدمها ايه هعمله سوستة يبقى لازم اعرف انواع السوستة سواء سوستة بلاستيك سوستة صناعي سوستة معدن سوستة نحاسة يبقى انا لازم اعرف نوع السوستة اللي هيتم استخدمها اه وجودتها برضو لو هحط ضنطيل حطه الكامة حط جلون اه حط فزلين كل دي لازم اعرف جودة المنتج وهل هي المنتجات دي متوفرة ولا غير متوفرة لانا ممكن اختار للمنتج بتاعي اللي انا هيتم تصنيعه اختار الموديل واختار الخامة واختار المستلزمات بتاعته وفجئ ان هي غير متواجدة او غير متوفرة في السوق وابدأ ادور عليها فدي مهم او ان انا لازم تكون الخامات اللي موجودة تكون متوفرة وتكون سهلة الحصول عليها هنا بيقول لي بقى عشان اقدر احدد مستوى جودة الخامات والمستلزمات بتتأثر بمجموعة من العوامل يعني في عوامل بتأثر على المستلزمات دي اللي انا هيتم تحددها طب ايه هي بقى العوامل دي التكلفة تكلفة المنتج الخامات لازم ابقى عارف تكلفة الخامات لما باجي انزل اشتري خامات انا فرض ان انا هعمل جيبة جيبة دي من قماش الترجام او قماش روزالين لازم اكون حاطب الجيبة دي كزا نوع قماش اشوف ايه النوع المناسب لي اللي هلاقيه المتوفر وهلاقيه بكمية يعني انا هعمل مش هعمل جيبة واحدة دي انا هعمل كمية من الجيبات يبقى لازم اعرف ايه هي الخامة المتوفرة عشان اقدر اعمل الجيبة دي فهاجي ابص للخامات الموجودة احط كزا نوع من انواع القماش اللي تنفيش مع الجيبة احط الترجال احط جبردين احط روزالين يبقى انا حط كزا نوع من انواع القماش لازم اعمل عروض اسعار اشوف عروض الاسعار كل واحد هيديني اسعار شكلها ايه بس بشرط ان انا ماجي اعمل عروض الاسعار تكون نفس الخامة بنفس جودتها بنفس الوزن التاحها بنفس الرقم بتاحها ما تكونش خامة تانية او خامة اردق منها لازم تكون بنفس نوع الخامة فلازم يكون التكلفة متحددة ليا علشان اقدر اشتري الخامة اللي تصلح لتنفيذ ايه الجونيلا دي وبعارف السعر السعر الاصلي واشوف اقل سعر ممكن نفس الموضوع للخامات المساعدة برضو الخامات المساعدة بيبقى عندي مورد بتعامل معاه لو لانا لقيت ان السعر ده مناسب لي بيبقى فيه مورد خلاص انا ايه بثبت بعد ما بعمل عروض الاسعار بثبت عند مورد واحد هو ده اللي بشتري منه كل حاجة انه هيوفر لي البطاقة الدربية والسجل والتجاري بتاعه هيوفر لي الخامة هيقدر يجبها لي في اي وقت تاني حاجة عندي بقى مدى توفر الخامات مدى توفر الخامات توفر الخامات بتاع الايه والمستلزمات لازم اتأكد ان الخامات والمستلزمات بتاعتي دي متوفرة مش ان انا بختار خامة مش متوفرة او بختار حاجة مش متوفرة مدى توفر الخامات والمستلزمات البديلة يعني انا لو الخامة اللي انا اخترتها ده مش موجودة لازم يكون في خامة بديلة لها بتسد نفس هتقدي نفس الغرض بنفس الشكل بنفس الجودة يعني ما يكونش الخامة البديلة لان انا حطتها تكون سيئة تمام بعد كده عندي التنميط واكتراح الموردين لازم اكون اراعي التنميط في المنتج وارعي اكتراح الموردين هنا بقى بيقول لي كيف تقسيم الخامات طبقا للنوعية والمواصفات ازاي يقسم الخامات بتاعتي دي حسب نوعيتها وحسب المواصفات بتاعت احنا عارفينين فيه اقمشة بتبقى اقمشة زواء خامات السيئة او خامات مساعدة هلاقي فيه انا عندي الخامات خامات طبعية وخامات صناعية وخامات مستخلص والخامات الطبعية معروفة بتبقى خامات نباتية وخامات ايه حاواني خامات الصناعية بتبقى خامات طبعية بس بيضاف إليها اللي هو التركيبات الصناعية بحيث إن أنا أعالجها من بعض المشاكل اللي بتقابني في الخامات الطبيعية وإحنا عارفين إن الخامات الطبيعية معظمة بيبقى موضوع استبغى بيبقى إن أنا مبقدرش أصبغها إن بيبقى فيها النسبة القطن بتبقى عالية جداً فبتتكسر فما بقى جيب أعمل لها معالجة في الخامات وحولها للصناعية فبقى إيه بخرج من حتة إن هي بقى لها كرمشة إن هي ممكن تكرمش إن هي أخذ منها ألوان وازبغة كل دي إن أنا بقسم الخامات نعلم شو بقى تقسيم الخامات حسب تبقى من النوعية والمواصفات أول حاجة بقول عليها خامات أولية يعني إيه خامات أولية بقول خامات أولية يعني الخامات اللي أنا بستخدمها اللي هي طيب بقول عليها إن هي دي الأولوية في الاستخدام خامات نصف مشغلة يعني اللي هي بتبقى زي البطناط زي الفازلين زي اللوكامة زي الضنطيل زي السوسط دي بقول عليها خامات نصف إيه مشغلة مكونات تمة الصناع اللي هي بيبقى فيه منتجات بتبقى مكملة لإيه المنتج نفسه فحص واختبار الخامات طبعا إحنا عارفين إن أنا لازم أفحص القماش والخامات اللي ده خلالي عشان أتجنب أي عيوب ممكن بتبقى متواجدة فيه القماش بيحصل فيه طبعا أي قماش بيبقى فيه عيوب فيه أقمشة بيبقاش فيها عيوب طبعا والعيوب اللي بتبقى موجودة باكتشفها عن طريق جهاز فحص القماش اللي بيبقى موجود في المصنع ولو ما فيش جهاز فحص القماش أثناء عملية التطبيق العمال وهم شغالين وبيفردوا طبقات القماش بيشوفوا المنتج القماش وبيشوفوا العيوب فيه عيوب أقدر أتفادها فيه عيوب صعب جدا إني أتفادها فبالتالي إن أنا العيوب دي لازم أكون عارفة أقدر أعرف العيوب دي وأنوحها إيه وإمتى أتفادها وإمتى إيه مش هقدر أتفادها واستبعد التوب اللي فيه العيوب كلها تعالوا نتكلم عن إيه بالفقس جودة الخامات والمستلزمات الانتاجية في مصانع الملابس الجهاز مواصفات الخيوط المطابقة للجودة لازم تكون مواصفات الخيوط مطابقة للجودة أول حاجة الكوة والمتانة العالية ده طبعا في الخيوط لأن أنا لو أنا ما استخدمتش خيوط جيدة هيبقى فيه إيه هيحصل مشكلة في المصنع فيه في التصنيع وهيبقى الخيط يأما بيتقطع أثناء عملية الخياطة أو بعد ما بيتخيط بيفك الوحيد يبقى لازم الكوة والمتانة العالية المرونة المناسبة يكون الخيط فيه مرونة ما يكونش فيه شد يكون متوازي في الزاوية بتاعه مقومة درجات الحرارة عندك إيها بالمكاوي اليدوية أو المكابس البخارية يعني ما لقيش الخيط وأنا بكوي ألاقيه إنه هو إيه تغير شكله أو إنه هو حصل فيه نوع صنوعي أو بلاستيك فحصل إنه ساحة أو تحرق أثناء عملية الكيي وأثر على شكل المنتج وخلى المنتج بتاعه شكله سيء يعني ممكن الخامات المساعدة هي اللي تشوه المنتج بعد التصنيع يعني المنتج اتخرج من من التصنيع بعد ما راح للتصنيع كلها شكله جيد وتم التوافق عليه وخلاص أجي بعد كده لما بيدخل عملية الكي والتشريب أفوجأ إن الخامات المساعدة اللي تم وضعها أثرت على المنتج نفسه يعني أحيان بيبقى مثلا أنا مركبها زجزاج أو ضنطيل ألاقي بهت على المنتج طبعا أثناء عملية الكيي ألاقي إنه تترك أثر على المنتج فبالتالي بأن المنتج اللي أنا جايبها ده اللي هو الخامات المساعدة اللي أنا جايبها أثرت على المنتج نفسه أو الفازلين اللي تم تركيبه فازلين فيه رطوبة فما لازقش كويس فبدأ يفك أو إنه هو يعني فيه أو إنه هو فيه برضو فيه إنه هو الصلاحية بتاعته منتهية فبدأ يحصل كرمشة فيه إيه فيه إلوماش فبدأ برضو يظهر لي عيب في اليقة أو في الأساور بتاعته أو في الجيب فدي برضو الخامات المساعدة ممكن تشوي المنتج نتيجة إن هي إيه صلاحيتها منتهية أو إن هي غير جيدة أو ما تمش عمل اختبار عليها قبل الاستخدام تالت حاجة عندي بيقول لي مقاومة درجات الحرارة عندك إياه خلاص إحنا قمناها كيها بالمكاوة اليدوية أو المكابس البخارية المقاومة الجيدة للاحتكاك طبعا إحنا لما بنيجي نتحرك كتير في الملابس لما بنيجي نتحرك كتير فلازم أن تكون الخيوط بتاعتي سبتة ما لقيش إن أنا أثناء حركة طبعا حركة البنطلون أو الكم أو الجاكت نفسه ألاقي إن الخيط فك ومطلوب إن أنا أعيد عليه الخياطة يجب أن يكون كتر الخيط منتظم ويمكنه عمل عروة واضحة أثناء تكوين غرزة الحياج يعني الخيط بتاعي يكون الزوية بتاعه منتظم ما يكونش فيه خيوط طلعة منه كده يكون لأ خيط واضح ونظيف ويكون جيد والغرزة بتاعته تكون واضحة سابات الألوان بعد السبغة طبعا ده أكيد إن أنا لازم يكون البكرة بتاعتي يكون السبغة بتاعتها سبتة ما لقوش إن هو بعد ما يتغسل أو يتعرض لأي عوامل أخرى ألاقي إن السبغة بتاعته راحت أو إن هو ترك أثر على المنتج نفسه في السبغة بتاعته تمام؟ يكمل الانكماش المنخفض أثناء الغسيل والكي ممكن برضو الخيط يكون بيكشر فيحصل كشكشة أو انكماش أثناء الغسيل أو مرحلة إجاة طبعا في الكي أنا بيبان كل العيوب بتظهر أو بتختفي يعني الكي دايما بيظهر العيوب أو بيخفي العيوب نسبة استطالة الخيط يجب أن تكون مساوية نسبة استطالة القماش يعني ما يكونش الخيط مطاط فيأثر على المنتج أو يكون الخيط بيكشر أو بيشد فيأثر على استطالة القماش لازم اتنين يكونوا مناسبين لبعض بعد كده بقول يجب أن تكون الخيط موائمة ومناسبة لملأمة فراغات الإبرة داخل القماش يعني يكون نمرة الخيط اللي أنا جايباه يكون مناسبة للسجب بتاع الإبرة فراغ الإبرة يكون مالي فراغ الإبرة ما يكونش الإبرة عندي الخيط رفيع جدا فمش مالي الفراغ فما يجي يعمل الغرزة يعملها ما تبقاش واضحة وما بيعرفش يغزي الماكينة بالخيط كويس فلازم يكون سقب الإبرة مناسب مع سمك الخيط تمام؟ نكمل هنا بقى بيقول لي ما هي الخصائص العامة لمواصفات الجودة لمستلزمات الإنتاج إيه هي المواصفات اللي بحطها أو المواصفات الخصائص العامة اللازمة لمستلزمات الإنتاج يعني أنا دلوقتي هشتري منتج أو هشتري خامات لازم يكون عندي مواصفات لها إيه ليه الإنتاج دوت أول حاجة بيقول لي إيه الخصائص الطبيعية والكيميائي يعني لازم أكون عارف إيه هي الخصائص الطبيعية والكيميائية للخامات دي المطابقة في الشكل والكياس والتركيب يعني يكون مطابقة للشكل والكياس والتركيب الخصائص المتعلقة بالمظهر العام شكل العام للمنتج نفسه والخامة بتاعته سهولة الاستخدام يكون سهلة الاستخدام توفير البساطة في العمليات الإنتاجية يعني تكون سهلة وبسيطة في استخدامها في العمليات الإنتاجية تسهيل عملية توزيع السلعة المنتجة من حيث أثارها على الشكل والمظهر ووزن السلعة يعني لازم تكون عملية التوزيع للسلعة المنتجة دي تكون مناسبة ويكون مناسبة كمان في الشكل والمظهر والوزن والسلعة المنفعة من الاستخدام طبعا الكفاءة الوفرة في التكاليف يعني يكون تكاليفها تكون مناسبة للمنتج اللي هيتم تصنيعه ما تكونش تكلفتها عالية للمصنع طبعا نيجي بقى بعد كده لجودة مستلزمات الانتاج مستلزمات الانتاج دي لازم يشترط فيها تكون جودة عالية ليه ليه شرط يكون ان انا بدور على جودة المواد الخام او ليه لان انا بطلع منتج انا بطلع ايه المنتج المنتج ده عبارة عن ايه عبارة عن قطعة ملبسية ايا نكون القطعة الملبسية مكونة من ايه القطعة الملبسية دي مكونة من خامة وماشر خليلها الخامة الاسسية اللي بيتم تصنيعها ويبقى اضيف عليها خامات مساعدة لاستكمال تصنيع المنتج ده يعني انا لو بعمل بانطالون جنس بانطالون الجنس فيه تفاصيل كتيرة جدا طبعا هو معروف ان هو بانطالون جنس يبقى انا بشتري قماش جنس قماش الجنس ده ليه مواصفات معينة يبقى لازم يكون السبغة بتاعته ويكون نوعه اصلي يعني يكون خامة اصلية السبغة بتاعته سبتة ما تبقاش بعد الغسيلة لقيت لونه تغير خالص الخامة بتاعته تكون متوفرة في السوق ما تكونش انا باختار خامة غير متوفرة في السوق طب باجي بقى الاكسسورات اللي انا محتاجاها لتنفيذ البانطالون ده البانطالون الجنس بينفز بيدخل فيه خيط فلازم يكون الخيط اللي هشتغل به في حياكة البانطالون الجنس يكون الخيط ده ذاتة متانة عالية لينه هيخيط وماشي اعتبر قماشي الزنس من الاقمشة الساميكة طب الاكسسورات اللي بتدخل في تصنيع البانطالون الجنس السوستة طبعا احنا بناخد سوستة حديد الكباسين اللي بيتم تنفيذها الزرار الكبس اللي بيتم تنفيذه كل حاجة بتتم لازم يكون الزراير والكباسين اللي هيتم تنفيذها على البانطالون والحلية اللي هيتم ما تكونش من نوع رديق ان انا لما اجي اخسلها الاقيها صدت وتركت اثر صدى على البانطالون نفسه السوستة الحديد اللي انا بجيبها بلتاعة البانطالون الجنس بتكون من نوع جيد ما تكونش من نوع رديق او اخدرته بقى ما يجي بعد من من الاستعمال الاقيها انقسرت او بوزت او كده ما كل دي انا بجربه قبل ايه قبل ما استخدمه بشوفه هل هي الاكسسورات دي جيدة ولا غير جيدة الخامة بتاتل بانطالون اللي انا عشتريها القماش ده جيد ولا غير جيد لانا هعمل كميات شو عمل منتج واحد انا بعمل كميات فانا بحاول ان انا ما ايه مخصرش المصنع عندي مش بعد ما اعمل الطلبية كلها افوجه ان العميل رفض يستلم لان الطلبية فيها عيوب او فيها مشاكل نرجع تاني بقى درسنا بيقول ايه جودة مستلزمات الانتاج اه هي جودة مستلزمات الانتاج تعالوا نشوف جودة مستلزمات الانتاج مواصفات الجودة لمستلزمات الانتاج ايه مواصفات جودة لمستلزمات الانتاج مستلزمات الانتاج هي التي يعطي الملبس مصدر قيمة جمالية اضافية يعني مستلزمات الانتاج اللي انا بحطها زي ما احنا قلنا ان انا لما باجي احط سستة احط زراير احط دنطيل احط ستان بتدي شكل جمالي للمنتج وبتكملي المنتج فلازم تكون ذات جودة عالية ما تكون متأثرش على شكل المنتج ولا تكون سبب بعد كده ان هي بتديني الشكل الاولاني اول ما يتغسل الاقي شكل تاني خالص بوز لكل المنتج بتاعي النوعيات الرئيسية لمستلزمات الانتاج هي نوعيات الرئيسية لمستلزمات الانتاج زي الخيوط البطانة الزراير السوسة السلية الفزلين كل دي بقول عليها مكملات بتبقى مستلزمات للانتاج نتكلم بقى عن نوعيات الماكينات ومدى تطورها هنتكلم بقى ندخل على موضوع جديد اللي هو نوعيات الماكينات ومدى تطور الماكينات اللي هتدخل فيه التصنيع يبقى احنا اخدنا في الباب الاول اخدنا الادارة اخدنا تأثير حجم المصنع اخدنا الخامات وتأثيرها وجودتها على المنتج اللي هيطلع هنتكلم بقى دلوقتي عن الماكينات اللي هتدخل في التصنيع ونوعية الماكينات اللي ايه ومدى تطورها في التصنيع اختيار الماكينات الملأمة للانتاج لازم اعرف اختار الماكينات اللي الملأمة للانتاج بتاعي انا دلوقتي لما باجي اعمل منتج بلازم بعد ما باختار للمنتج ده بقول مراحل تشغيل المنتج ايه هي مراحل تشغيل المنتج ده احنا عارفين المرحلة الاولانية للمنتج اللي هي رسم البطرون والتعشيق والقص وبعد كده بيدخل على التوزيع على الماكينات فالمنتج ده بيدخل على ماكينات خاصة للتنفيذ والتشغيل يعني اول اول حاجة الترابيزات اللي بيتم عليها فرش الطلبية او الطبقات القماش قبل القص يبقى انا عندي انواع كتير من الترابيزات اللي بفرش عليها الطاولة دي اللي هي طاولات القص بفرش عليها طبقات القماش بستخدم في الفرش طبقات القماش بستخدم جهاز تطبيق القماش التريكو او المنسوك حسب نوع القماش بعد كده بستخدم ايه بستخدم المقص الكعربائي سواء المستطيل او المستدير او المنشار في قص طبقات القماش بابدأ بعد كده اعمل ترقيم للقطع دي وابدأ اوزعها على حسب المكتوبة عندي في البطاقة بتاعة المنتج الماكينات اللي هتقوم بالتجريب يعني لو اميس هيبقى الاميس هيدخل فيه سينجر فيه اوفر فيه عراوي فيه زراير لو بلوزة هتبقى نفس الموضوع طب لو تيشيرت هيبقى اوفر فقط اوفر خمسة فقط تمام وهيدخل معاه مكينة اللف عشان لف الدين فيه بقى لو بانطالون فيه استيك هيدخل معاه مكينة الاستيك لو كل دي الماكينات اللي بتبقى موجودة في الخط الانتاجي ببقى بشغلها حسب المنتج نفسه اللي هيتم تصنيع تعالوا نشوفها كده نوعية الماكينات وماذا تطورها اول حاجة اختيار الماكينات الملأمة للانتاج تم اختيار الماكينات الملأمة للانتاج حسب بقى حسب الماكينات اللي انا محتاجاها داخل المصنع بتاعي كيفية التأكد من جودة الالات طبعا لازم هتأكد من جودة الالات اللي انا هستخدمها في المصنع لان احنا قلنا جودة الالة والصيانة اللي بتحتاجها الالة فيما بعد تكون الاجزاء بتاعت الالة دي موجودة متوفرة سهل ان انا اقدر لو اي جزء في الالة دي محتاج يتغير يبقى لقيه موجود ما حصلش عندي ان انا الالة جبتها اشغلتها وبعد كده حصل فيها عطل ما لاقيش الاجزاء بتاعتها ولاقي الاجزاء بتاعتها غير متوفرة فيحصل عندي عطل في الانتج لابا لازم اتأكد من جود من جودة الالات اللي هتشتغل في المصنع قبل الاستخدام لان انا باعتمل في المصنع على الالة اللي هيشتغل عليها الفني اللي هيشتغل فالالة لازم تكون جودة عالية عشان اقدر اطلع من عليها منتج جيد جودة علي بعد كده الركابة على عمليات سيونة الماكينات لازم ايه يبقى فيه ركابة زي ما احنا قلنا اللي بيبقى متوفر عندي ايه مهندس سيونة فلازم يبقى فيه سيونة على الماكينات سواء السيونة دي بتبقى ايه شهرية او بتبقى يومية بتبقى اسبوعية بتبقى كل خمس شهر يوم لانا عندي السيونة دي بتعمل لها جدول بيبقى فيه سيونة يومية دي اللي بتتعمل لأي مكينة بتتم بعد ما بنتيه من العمل عليها بنظفها وبغطيها لو فيها اي مشكلة ببلغ بتاع السيونة بقوله الماكينة دي عندي حصل فيها مشكلة النهاردة اجي بكرة لقيها متصلحة لان ايه لو ما تصلحتش هتعطرلي الانتاج تاني يوم او هتطلعلي المنتج في عين فلازم اعمل ايه يبقى فيه جدول للسيونة واكتب كده في الجدول بيكتب في الجدول الماكينة اللي بنحتاجها السيونة او الماكينة اللي تم سيونتها عشان اتابع على الماكينة دي كل ما يجي اعمل ايه السيونة الشهرية بتابع على كل الماكين اللي تم سيونته فيه فترات اللي هي الفترة اليومية اللي هو سواء سيونة يومية او اسبوعية او كل 15 شهر يوم او كل ايه او كل شهر نكمل نتكلم عن نوع الانتاج ايه بقى انواع الانتاج عندي اللي احنا داخل المصنع المستوى المختلفة مستوى لمنتجات الملابس الجهزة المستوى المختلفة اللي هو مستوى لمنتجات الملابس الجهزة ايه هو مستوى منتجات الملابس الجهزة حسب المنتج اللي بيطلع داخل المصنع والمصنع بيحدده في عندي بقى مستوى المنخفض الأدنى يعني ايه يعني أنا دلوقتي بحدد مستوى المنتج نفسه في عندي درجة أولى في عندي درجة تانية في عندي درجة تالتة طبعا الدرجة الأولى معروف سعرها الدرجة التانية معروف سعرها الدرجة التالتة معروف سعرها أنا بحط بقى مستويات كمان للإنتاج نفسه يعني ايه مستويات للإنتاج نفسه المستوى ده بحطه داخل معايير في بعض المنتجات بتتنفذ وتتعمل بس ما بيبقاش ليها تحت مسمى او بيبقى ليها مركة او ليها مصنع بيطلعه بيبقى ممكن يكون مصانع او ورش غير معروفة وبتطلع المنتج ده وبيتم بيانه في مصانع بتبقى معروفة او واخدى توكيل من مصانع اخرى او واخدى المسمى بتاع مصانع تانية وبتبدأ تعمل نفس المنتج بس بايه بسعر اقل وبخامة اقل في بقى المستوى الاعلى اللي هو بقى اللي هو بقى نقول عليه البرندات اللي هي بيبقى ليها مركات عالمية بيبقى ليها دي سعرها بيبقى معروف وسبت تعالوا بقى نشوف المستويات دي ونتكلم معنا اول حاجة المستوى المنخفض الادنى يكون المعيار الرئيسي هو السعر الاقل يعني هو ده بيدور على السعر الاقل ينزل بسعر قليل في السوق وتصنع المنتجات بصفة عامة في البلاد زاد التكلفة المنخفضة وتكون معدة للتسويق على النطاق واسع يعني في البلاد اللي هي بتبقى المستوى بتاعها بيبقى ضعيف ماديا وبيبقى النطاق بتاعها بيبقى واسع يعني بتعمل المنتج منه 100 او 200 وبيتباع ويبقى منتج واحد وموحد ولا ترتبط هذه المنتجات في الاغلب باسم تجال ولكن ترتبط الى حد ما بعلامة محلات معروفة باسعار منخفضة مع مراعاة مستوى الجودة المطلوب غالبا ما يكون التسليم على فترات طويلة الكمية المصنعة كبيرة جدا سلسلة كبيرة موديلات غير متنوعة يعني بتبقى موديلات سابتة وتقليدية المستوى المتوسط بقى بيتيح افضل مقامة بين العامل اللي هي الجودة والسعر ومدة التسليم يعني بيبقى عنده الجودة عنده السعر وعنده مدة التسليم ده بيبقى متحد يتم تصنيع هذه المنتجات في دول لديها المعرفة والدراية الحقيقية بطرق التصنيع اما اعادة التصنيع من نفس الموديلات تتم في البلاد المحلية يعني بيبقى ايه ده مرتبط بعمية التصنيع بيبقى محدد الجودة باشارة الجودة بتاعته وبقى محدد مستوى الجودة ترتبط هذه المنتجات باسماء تجارية او سلسلة محلات مع مراعاة سعر متوسط يعني السعر بتاعتها مش رخيص لا سعرها معقول مناسب لكل الناس مستوى الجودة الصحيح سمحات قصيرة في اوقات التسليم يعني اوقات التسليم بتاعتها بتبقى ليها مع وعيد الكمية المصنعة متوسطة الحجم تتروح بين 1000 و 1500 قطعة المقاس الواحد تنوع موديلات المنتج تتروح بين المتوسط والكامل المستوى المرتفع بقى هو الاعلى يكون السعر تبقى لارتفاع مستوى الجودة وتحتاج هذه المنتجات الى ضقة عالية لتصنعها في جميع مراحل العمليات الانتاجية وعادة ما يتم تصميم هذه المنتجات وتصنعها من خلال شركات مشهورة بما لديه من ادوات المعرفة بالصناع ترتبط هذه المنتجات باسماء تجارية مشهورة وتكون اماكن بيعها في محلات متخصصة مراعاة طبعا بتراي ايه سعر اعلى اعلى مستوى جودة التسليم خلال فترة قصيرة او متوسطة الكمية المصنعة صغيرة صغيرة الحجمة تتراوح بين 10 و 100 قطعة يعني من 10 الى 100 قطعة المقاس الواحد والتنوع يتراوح ما بين المتوسط والكبير طبعا اللي هي المستوى الاعلى ده بيبقى مركات فبيعمل عدد معين من المنتج مش بيعمل كميات كبيرة من المنتج اللي بيعمل الكميات بتاعته بتبقى محدودة جدا لان هو بيخاطب ايه فئة معينة من المجتمع فعشان كده بتبقى الكمية بتاعته صغيرة ما بتبقاش الكمية بتاعته كبيرة تمام نيجي بقى نشوف عناصر جودة المنتج عناصر جودة المنتج جودة التصميم جودة الراحة والاستخدام جودة المواد الخام جودة العملية دي العناصر اللي بقسها عشان احدد من خلالها جودة المنتج طبعا جودة التصميم ده اساسي لازم يكون التصميم بزاعة جودة عالية ويكون بمواصفات عالية بحيث ان هو يطلعلي منتج جيد جدا جودة الراحة والاستخدام دي للمنتج نفسه يعني لازم يكون الجمعون المنتج اللي هيتم تنفيذه عن طريق التصميم ده يكون في راحة للاستخدام ما يكونش المنتج بعمله مش هعرف استخدمه طبعا المواد الخامة اللي دخلها في تصنيع التصميم ده والمنتج وجودة العمليات اللي يتم على المنتج نفسه نكمل بيقول لي بقى هنا السؤال ما هي النقاط اللي يجب مراعطها عند تقييم مستوى الجودة لمنتجات الملابس الجهزة ايه هي النقاط اللي يجب مراعطها عند تقييم مستوى الجودة لمنتجات الملابس الجهزة اول حاجة الاقمشة المستخدمة يعني ان الاقمشة اللي هستخدمها دي لازم تكون ذاته ايه جودة علي سمات التصميم وصفاته وخصائص الخامة سمات التصميم وصفات وخصائص الخامة دي الاقمشة المستخدمة بتعتمد على ايه على جودة ايه سمات التصميم التصميم اللي هيتم تنفيذه وصفات وخصائص الخامة اللي هتدخل فيه تصنيع التصميم ده يعني أنا برسم الموديل بعد أن برسم الموديل ده باختار الخامة اللي هتناسب الموديل ده لازم أعرف صفة الخامة إيه خامة كطنية خامة صوفية خامة صناعية خامة طبيعية خامة مستقلصة لازم أعرفها وخصائص الخامة دي كمان لازم أعرف سمات التصميم وصفاته وصفاته وخصائص الخامة اللي هتدخل في التصميم يعني نوع القماش التركيب النسجي نسبة الخيط وزن المتر المربع كل ده أنا بعرفه فيه الأقمشة اللي هتستخدم في تنفيذ الموديل مستلزمات الانتاج يعني كمان مستلزمات الانتاج اللي هتدخل في تصنيع المنتج يبقى أنا عرفت الأول القماش وموصفاته هاجي بقى أدخل في مستلزمات الانتاج اللي هي الخامات المساعدة اللي هتدخل في تصنيع المنتج زي إيه زي السوسط الأزرار والحشو اللاصق دي الخامات اللي هي مستلزمات الانتاج نرجع تاني بقى مستلزمات الانتاج اللي هي السوسط والأزرار والحشو اللاصق التجميع والتجهيز النهائي ان انا هجمع المنتج ده وهجهزه واجه اشوف بقى المنتج ده بعد ما خلص شكله ايه معايا شكل المنتج ده ايه هشوف الشكل بتاعه فيه تماثل المنتج لما بقسمه كده هلاقي النص اللي مين زي النص الشمال ده طبعا ده طبيعي لانا لو بعمل فستان بعمل بلوزة بعمل قميز بعمل بانطلون نازم النص ده يبقى زي النص ده ده لو ايه التصميم مش مختلف يعني ده حسب التصميم ايه تصميم طبيعي بيبقى الامام زي ايه النص ده زي النص ده لكن انا لو هعمل تصميم فيه قصة في الناحية اليمين وقصة في الناحية الشمال ده بيبقى ايه وضع تاني خلص بلازم يكون فيه تماثل في التصميم التصميم نفس الخامة اللون الشكل كل ده انا بعمل بقيسه في النهاء في المنتج النهاء تعالوا شوف بقى كده بعد كده بقول التجميع والتجهز النهائي التماثل الانتظامية في الحياكات اوجه التوافق والاتزام يبقى نقول تاني التماثل الانتظامية في الحياكات يعني خطوط الحياكة بتاعتي مستقيمة مش مش فيها كسر مش فيها وجاج يعني اللي كان بقى قعد بيخيط ده بيخيط بطريقة صح مش واحد قاعد على المكان الاول مرة فبخيط لي الخياطة غير صحيحة اوجه التوافق والاتزام اوجه التوافق طبعا فيه التصميم نفسه والاتزام فيه التصميم يبقى كده ده المنتج النهائي اللي بطلع لي من التجميع ان هو طلع خلاص بقى بعد ما بعد ما تجمع بقى منتج قداني سواء بلوزة بنطلون فستان اه جيبة ايا يكون المنتج بعمله اختبار واشوف ايه مدى التماسل والتوافق فيه التصميم والاتزام بشوف الموديل وهو مرسوم بشوف الموديل وهو متنفذ بشوف هنا زي هنا ولا لأ جودة جودة التعبئة والعرض وده مهم جدا جودة التعبئة والعرض انا ممكن المنتج وهو معروض يلفت النظر طريقة العرض بتاعته حلو او ان هو متغلف ومتعبي صح ده مهم الكاي والماظر الخارجي طبعا لازم الحاجة بتبقى مكوية وشكلها العام اه يكون شكله حلو كده احنا خلصنا الجزء بتاع الباب الاول اتكلمنا عن الادارة اتكلمنا عن موقع المصنع اتكلمنا عن الادارة وايه هي الادارة وايه هي الادارة النجحة اتكلمنا عن المصنع واختيار الموقع بتاع المصنع اتكلمنا عن الخاماء الخامة والمواد الخام اللي دخلة في التصنيع اتكلمنا ازاي احدد المنتج بتاعي وحدد ازاي احدد النسبة المقوية والمستويات بتاعة المنتج المستوى المتخفض المستوى المتوسط المستوى الاعلى واتكلمنا عن النقاط اللي يجب مراعطها عند تقييم مستوى الجودة لمنتجات الملابس الجهزة وده اعتبر اهم حاجة ازاي انا المنتج النهائي اللي هيطلع لي يطلع بالمواصفات المطلوبة والمواصفات الصحيحة للمنتج بتاعي اتمنى نكون الجزء اللي احنا شرحنا ده في الباب الاول يكون اتفاهم طبعا احنا عندنا اسئلة كتيرة على الباب الاول هنبدأ نحلها واي استفسارات او اي اسئلة مش مفهومة هتبدأوا تبعته هالي واحنا هنجاوب عليها على طول هناخد في الحلقة القادمة ان شاء الله هناخد مراجع على الباب الاول وناخد بعض الاسئلة المطلوبة هنحلها وهنتكلم عن الباب التاني انواع مراقبة الجودة واناخد اهداف المراقبة على التشغيل وهنشوف ايه هي ملقمة التصميم وده تحقيق مواصفات التصميم للمتطلبات العميل وازاي التصميم بتاعي ده مهم جدا وازاي حقق من خلال التصميم بتاعي حقق متطلبات العميل وايه اللي هو اللي بيطلبه العميل طبعا احنا من الباب الاول لما اخدنا الباب الاول كلمنا فيه عن الخامات وجودة المواد الخام وازاي احقق المواصفات بتاعتي وازاي اوصل لي الخامة واوصل لي المنتج النهائي اه طبعا انا عندي اهم حاجة مطابقت برضو المطابقة مع التصميم ازاي التصميم بتاعي يبقى مطابق للمواصفات وازاي يبقى المنتج زي ما قلنا كده ان انا لما بجيب المنتج بتاعي بعد ما بيخلص بطابق المنتج اللي تم تنفيذه مع المنتج المرسوم او التصميم اللي تم تنفيذه وبشوف ان انا لو اسمت الموديل بن مص كده بشوف هل الجزء ده متوافق مع ده ولا غير متوافق الاكسسوارات اللي تم وضعها صحيحة العمليات اللي تم تنفيذها صحيحة ولا لأ يعني بقول المطابقة مع التصميم مدى مطابقة مواصفات التصميم بعد اتمام عملية التصميم مسئولية العمالة اتجاه الجودة ومقدرات المنتج المرتبطة بالزمن يعني هل انا عندي المراحل اللي تم فيها التصميم ده مراحل جيدة ولا مراحل فيها اخطاء العمالة اللي تمت اللي هو الفني اللي شغال على الماكينة وبيعمل التصميم ده هل تم التنفيذ بطريقة صحيحة ولا فيه اخطاء الوقت اللي نفذ فيه التصميم ده كان وقت كان وقت كافي ولا كان غير كافي ولا كان محتاج التصميم ده وقت اكبر او وقت اقل كل ده انا بقى ايه بشوفه فيه المطابقة بقى ايه مع التصميم احنا هنكتفي بالجزء دوة اليوم والنهاردة وهنبدأ نذاكر احنا الباب الاول مع بعض واشوفكو في الحلقة القادمة ان شاء الله هناخد مراجع على الباب الاول وهنكمل بقية الباب التنفي اشوفكو على خير كل صاني طيبين اشتركوا في القناة